سلام عليكم ازيكم يا حبايبة عاملين ايه يا ربك ونوب خير النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا هنعمل بلح الشام سهل جدا وبسيط مكونات موجودة في كل بيت يلا بينا نشتغل على طول ونشوف هنعمل ايه في حل على النار هنحط كباية كبيرة من المية عليها ربع كباية زيت ورشة ملح ومعلاقة سكر وحنسيبهم اول ما يغلوا كده على طول هننزل بكباية من الدقيق بنفس الكباية اللي عيرنا بيها المية والزيت هنعير بيها الدقيق كباية من الدقيق عليها معلقتين من النشا ورشة ملح هنقلبهم كويس وحننزلهم من هدي النار وحنقلب كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي خالص تماما وتبقى العجينة كتلة واحدة بمعلقة خشب كده هنفضل نقلب فيهم لحد ما يندمجوا تماما وبعدين هنفضيهم في طبق يبردوا خالص هنكونوا مجهزين اربع بيضات لو البيض حجمه كبير معاكي كفية تلاتة بس انا محضرة اربع بيضات عشان حجمهم صغير وفانيليا سيلة ومعلقة خلي صغيرة جدا والخل ده علشان زفارة البيض بيقدي تماما على الزفارة ما بيخللهاش قصر بنبدأ بقى بالمضرب الكهرباء كده بنزل بيضة بيضة وبنخفض كويس اول ما بتختفي بنزل البيضة التانية وبعدين بحط الفانيليا سيلة ومعلقة الخل على فكرة بتفرق جدا الفانيليا سيلة عن البودر انا جربت قبل كده كنت طول عمري بعملها بالبودر بس لما جربت عملتها بالسيلة فرقت معايا جدا وغيرت الطعم وخلت الطعم مريحته في ممتع الجمال كده تمام العجينة جاهزة معايا محضرة كيس الحلواني هبتدي افضي في العجينة هنزل نص المقدار بس وياريت الكيس يكون سيليكون علشان يتحمل معايا العجينة والضغط عليه ما يتقطعش يعني معايا بسهولة اما بالنسبة لشربات بلح الشام لازم يكون تقيل وبارد ده مقداره وقبرة عن كباية ونص من السكر عليهم كباية مية وعصرة لمونة ورشة فانيليا الزيت بقى اللي حنحمر في بلح الشام ححمر في حلة كده زي ما انتم شايفينها علشان يبقى عميق شوية ومجهزة طبق صغير حبلي في المقص الزيت لازم يكون بارد يعني انا لسه مشغالة النار عليه حالا درجة حررته زي ما تكون زي دمعة العين كده يعني ما ينفعش يكون سخنة علشان ما تتحرقش معايا من بره وتبقى عجينة من جوه يلا بقى قصي صغابع بلح الشام ونزليها في الحلة وحاولي تساوي بين احجام الصغابع كلها علشان تطلع في الاخر شكلها حلو وما تمديش الحلة قوي علشان تقدري تقلي بها بسهولة في الاول مش هنقلب لحد ما نحس انها مسكت نفسها كده وبعدين هنبتدي نقلب من كل الجهات علشان تاخد لون واحد هقلب باستمرار علشان ما يتحرقش من جنبه الجنب التاني يكون لونه ابيض لحد ما حس انها اخدت اللون اللي انا عايزاه واللي انا حباه اللي هو لون الدهبي الفاتح مش هغمقها قوي في نفس الوقت مش هطلعها فتحة قوي شايفين اللون ده انا شايفة ان اللون ده هو المناسب جدا هنزلها على طول على الشربات التقيل وحركينها على جنب كده خمس دقايق وبعدين هبتدي اطلعها في مصفة مش هاسبها كتير علشان ما تشربش جامد الشربات وتبقى زي السفنجة وتترة وطبعا هكون في الوقت ده مطفية النار خالص لحد ما الزيت يبرد معي علشان قدر اجهز الطاصة التانية ونزلها بنفس الطريقة برضو في زيت دافي علشان ما تتحرقش عملت الطاصة التانية او الحالة التانية بنفس الشكل زي ما انتوا شايفين كده حاولت بقدر الامكان اسوي بين احجام الصوابة وطبعا باستمرار بتبلي المقصف الزيت علشان ما تلزقش عول ما تمسك نفسها كده وبنبتدي نقلب بقلب باستمرار لحد ما تاخد كلها لون واحد وطلعها بنفس الطريقة برضو على الشربات السائع بتاعي لو انت بتحبيها مسكرة او يسيبها بكتير خمس دقيق بتحبيها ما تشربش شربات كتير او يبقى طعمها معقول يعني كفاية اوى عليها تلات اربعة دقيق شايفين شكلها جميل ازاي يا سهلة جدا ان الحلويات اللي ما بتاخدش وقت ابدا فتحضرها وزي ما انتوا شايفين كده مكوناتها جاهزة في كل بيت وموجودة متوفرة في كل بيت كده اللونها خلاص بقى تمام حبتدي اصفيها كويس من الزيت واطلعها على طول على الشربات هلا جدا زي ما انتوا شايفين كده ما خدتش معانا خمس دقائق في تحمرها وفي عميلها بسيطة جدا وسهلة وسريعة نصفيها بقى من الشربات ونبتجي نزيينها باي حاجة ممكن نحط عليها جزهن ده مبشور انا هزيينها بشوية سوداني كده مبشور كانوا عندي وشوية شوكورة فرماسيل تعمل لها لون كده وبهجة هنفتحها ونشوف شكلها من جوه شايفين جميلة ازاي انفراغة من جوه وطرية وفي نفس الوقت من بره مقرمشة جدا جرى بيها ان شاء الله تعجيبك اشوفك على خير ان شاء الله فصفات احلى سلام عليكم